أنت خطفتي أول طيارة وتاني طيارة ما بتتصور شو معنى أنه أطير فوق فلسطين إمي علمتني درس أول ما وصلنا على لبنان وإمي جابتنا بعد معركة بعد مدبح الدير ياسين خافت علينا وجابتنا على لبنان نقطة في البردقان ضربتنا على إدينا إمي قالت هذا البردقان مش إلكم بردقانكم بفلسطين بس ترجعوا بتاكلوا بردقان الناس بتفتحيني على الصبح بتسمع فيروز القدس العتيقة وزهرة المدائن وبتسمع سنرجعوا يوما إلى حينا هذي الإسرائيليين بغيزهم هذا الحكي بغيزهم أنا سمعت أهل الثمانة وأربعين إجوا يحضروا فيروز هون قالوا لهم وهن رايحين راكبين البساط وجايين قالوا لهم رايحين تسمعوا وحدة إرهابية قالوا لهم هاي مغنيتنا العربية أنا بظلني أذكر مقولي لغسان كنفاني إما عظماء فوق الأرض أو عظاماً تحت الأرض كل معركة بنخوضها من أجل الكرامة شعب بلا كرامة ما بيستحق الحياة إحنا بنستحق الحياة ما في حبوس بتساع كل الناس بيعتقلوا كتير بيبقى كتير راح نكمل باللي بقي يوم ليلى خالد أهلا وسلا فيك أهلا وسلا فيك أنا سعيد أني عم حورك قبل ما اتعرفت عليك من خلال الصورة والتلفزيون كان دائماً حطت صورة لليك أنت صورة معينة وهلأ هالفرصة تسمح لي أني أتعرف عليك عن قرب أنت مقاتلة مناضلة فيدائية بطلة ألقاب عديدة ردفتك لحائتك كان جزء منك أي هو اللقب الأكثر ملاءمة لألك يعني أنت عم تعطيني شرف بأنه تسمي كتير من الأسماء والألقاب اللقب الوحيد اللي أنا يعني بتعرف فيه أني فلسطينية لاجئة وبحب أرجع على فلسطين شو الفرق بينك وبين الفلسطينيين الآخرين لأه ما فيش فرق بيننا لأنه الزمن مختلف يعني فيه ناس بقيت فيه ناس ماتت فيه ناس استمرت ولسه فيه ناس بتستمر ما بيسعدني أكتر أنه فيه جيل الآن عم بيحمل الرأي نفسها اللي حملناها واللي ما زلنا نحملها وحتى نروي روايتنا والعالم يصدقها ولذلك أنا بكون يعني بفتخر وانت بتحملني مسؤولية الآن لأنه يعني تعمل هذه المقابلة وحتى أنقل الرسالة اللي حملتها من زمان من أكتر من خمسين سنين وما زلت حاملها هاي الرسالة أنت رمز من رموز القضية الفلسطينية أنت رمز من رموز فلسطين يلي ما غيرتها لأيام وما لوستها لأيام وما قدرت تطال برائتها ونقاءها هل هاي شي حصل بسهولة أنك تحافظ على هالالتزام وعلى هالرمزية هاي دي هل الأمور حصلت بشكل تلقائي عفوي أم اشتغلت واسعيت حتى تبقى أنت مصرحة مع ذاتكم مع نفسك خليني أقولك في البداية يمكن تتفاجأ أنا بالأصل لبنانية الجنسية لكني فلسطينية الهوى فبجمع ما بين يعني رمزية ما أكون لبنانية وفلسطينية في آن معا هاي دي بالنسبة إلي فخر بعتز فيه وبدلني أقول نحل لأنا مولودي بفلسطين لكن الأهل هم لبنانيين وانتموا لفلسطين لأنه فلسطين ليست فقط للحام الجنسية فلسطين هي قضية إنسانية قضية للعالم العربي للعالم كله قضية الإنسانية المنتهكة على أرض فلسطين من قبل الصهايني وأعوانهم وكل فترة وكل مرحلة منشوفها منشوف إنه إحنا روايتنا هي رواية الحق رواية العدل رواية الحرية وبالتالي الآن أنا بقول في هذه المرحلة السردية الفلسطينية تنتصر على السردية الصهيونية لها من الزمن مئة عام مئة عام مئة عام الحركة الصهيونية اشتغلت على سردية كاذبة وآلت فيها الحركة الصهيونية رفعت شعار أرض بلا شعب لشعب بلا أرض الآن وبعد مئة سنة الآن العالم بدأ يعرف ما هي السردية الفلسطينية وحقائق الصراع ولذلك بالرغم من كل المآسي التي نراها اليوم على أرض غزي من قبل الصهيوني وأعوانهم وخاصة الأمريكان يعني لما بقول الأمريكان ما بقول عن شعب أنا بقول عن نظام وبالتالي هذا النظام وأعوانه حتى من العرب له أعوان لا يريدون أن يروا أن السردية الفلسطينية الآن ترتفع بالتعبير عن ذلك في الشوارع بحمل العلم بالهتاف الواحد الحرية لفلسطين فلسطين هي حكاية فلسطين هي مجموعة قصص بتم سردة بتم حياكتها حتى تشكل هي هذه القضية أجيال عديدة تعاقبت أنت خلقتي بفلسطين جيتي على بيروت بعمر أربع سنين نكبة 48 جبت لعائلة إلى صور عايشتي في بيروت صرت لبنانية الانتماء والهوية بس طبعا بيبقى الحب الكبير للأصول للجزور للأرض للأهل للأجداد بهالسنوات كلها كان فيه تمييز منهجة احتلال فصل عنصري ضد أشعب الفلسطيني جيلك جيلك حاول جيلي قابلك وجيلي جيلي جيلي نكسة 67 جيلي أتمانينات وجيلي اليوم عم بيسعى عم بيحاول عم يدفع التمن غالي كتير ما في شيء تغير حكيتي عن السردية الصحيح اليوم نشوف التظاهرات وينما كان بالعالم كله مناصرة للقضية الفلسطينية اللي هي قضية حق مناصرة حقوق الإنسان مناصرة للإنسانية مناصرة للعدل والعدالة لكن خلال 80 سنة ما تغير شيء هل برأيك اليوم رح يتغير شيء هل إحنا اليوم على باب تاريخ جديد لحين كتب هو ما في شك كل مرحلة بصير فيها هذا العنف المتوحش يعني مثل الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية التانية والحروب التي شنت يعني على فلسطين من قبل الصهايني وغير الصهايني وانت عارف عن مين عم بحكي فكل هذا ما خلى التغيير بتمسكنا بأرضنا وبعدالة قضيتنا وبإنسانية قضيتنا وبالحلم الكبير اللي حاملينه في أحلامنا وفي أيامنا وإحنا وعين وإحنا نايمين إنه حق العودي حق صحيح إلنا ويجب أن يطبق الحرية لها ثمن غالي وهذه الحرية ندفع ثمنها ويدفع شعبنا ثمنها عن طواعية ليس مجبور ومش مضطر لكن مضطر لأنه يوصل لحرية وحرية أرضه تحرير فلسطين بده ياخد أجيال من جيل لجيل بتنتقل الراية وإحنا مش خايفين إذا ما تغير في زمننا رح يتغير فيما بعد وبعتقد إنه هذه المعركة هذه أحد الجولات الصاخبة الصاخبة بالدم ودائما إحنا ندفع هذا الدم وميدفعه وإحنا عارفين بتصير أقرب إلى الحرية لأنه لا يمكن أن نهزم هذا العدو بالضربة القادية إحنا منهزمه بالنقاط كل مرة بنصنع نصر وهذا النصر بتراكم وعملية التراكم بتغير للتغيير النوعي لكن إحنا عارفين معسكر أعدائنا كبير ومعسكر أعدائنا ما بتألف بس من إسرائيل إسرائيل والإمبريالية الأمريكية والغربية والصهيونية والرجعيات العربية اللي طبعوا مع إسرائيل إيش هدول هدول انتقلوا للمعسكر الآخر يعني أضافوا للمعسكر الآخر إسرائيل تعتمد لأول مرة بتطلب الحماية ليش لأنه شعروا أنه تهددوا بوجودهم ونعم هي معركة وجود يا إحنا يا هني ما عد في خيارات فيش خيارات للشعب الفلسطيني إلا خيار واحد يقاوم ويقاوم ويدفع التمن الغالي اللي عم بيدفعه عن طواعي لهلأ ما طلعش صوت من غزة اللي عم تنقصف العائلات كلها مع بعضها ما طلع صوت يقول أنا ضد المقاومة الكل بقول فدى فلسطين الأب بطلع يقول إذا مش باقي حدا من عائلته بقول هدول فدى فلسطين الأم اللي بتفقت كل ولادها بتقول فدى فلسطين هذا إيش معناه معناه إنه الشعب ثقافته ثقافة مقاومة مش ثقافة استسلام حاولوا بكل الوسائل يستدخلوا الهزيمة على قلوبنا وعلى عقولنا ما تمكنوا هذا تغيير والتغيير كمان بيجي بالتراكم ما بيجي بدفعة واحدة ولذلك أنا واحدة من الناس متفائلة دايما متفائلة فلسطين بدها ترجع لنا بدها ترجع لنا وترجع عربية هذا يمكن الحلم لكن هذا الحلم بيتحقق بين مرحلة ومرحلة بنقرب أكتر لفلسطين لما بنناضل من أجل فلسطين والنضال من أجل فلسطين بكل الأشكال لأنه عدونا عم بيحاربنا على كل المستويات وآخر إشي أظهر وحشيته يمنع الماء والكهرباء والمي والغذاء كله يمحوء الناس وهي جعاني وهي مش لاقي تاكل مش لاقي مكان آمن توصل عليه لكن هذا الشعب آثر على نفسه يقبل هذه الحقيقة من أجل الحرية للأجيال اللي جاي بعدنا إحنا أطفالنا مش لازم دايماً يتعرضوا لهذا الظلم البشع والمتوحش هدول مجرمين حرب اللي عم بيحاربونا الآن والبوارج اللي عم تيجي اللي تحمي إسرائيل ما يفكروا إنه بوارجهم بتخوفنا لا بتخوفناش ولا بيخوفنا إشي هذا شعب آمن بقضيته وبالتالي هو ماشي وهي مش أول مرة هو تاريخياً من مئة عام شعب الفلسطيني بناضل من سنة 1917 من وقت وعب بلفور اللي بريطانيا كانت منتدبة على فلسطين وأعلنت أنها تريد أن تقيم دولة لليهود على أرض فلسطين هذا الحكي لا يمكن أن يدوم صحيح صار مارئ 75 عام لكن الشعوب ما بتنتظر ولا بتقبل الظلم الظلم قاسي جداً وبالتالي كل الأساليب اللي استخدمتها إسرائيل في مواجهة شعبنا الشباب بطلعوا لحالهم يقاتلوا ليش؟ لأنه معهم ثقافة المقاومة وبقدموا حالهم عشان يستشهدوا كمان من أجل فلسطين اللي شفناه بالضفة من سنة ونص احنا شايفينه ومن غزة شفناه بسيف القدس وبغيرها من المعارك اللي خاضتها غزة على مدار خمس حروب خاضها الشعب الفلسطيني الأطفال بطلعوا يقولوا إحنا مع المقاومة بتسأل الطفل اللي فقد أهله بتسأل وبتقول له إيش بدك تسير بيقول فدائي ما بيقول إيش تاني لا بده طبيب ولا بده مهندس ولا إيش بيقول بدي أطلع فدائي والبنت الصغيرة وهي جريحة على التخت اللي بالمستشفى اللي صح لها بتطلع تقول معلي الشي بخسر أهلي بس بتضل فلسطين هذا شعب هيك تركيبته هيك النفسية تبعته إذا بنقول بالسايكولوجي إنه هاي نفسيته نفسية المقاوم لأنه ما عاد يحتمل الظلم ما حدا بيقدر يحتمل الظلم الظلم بالتاريخ من أيام سبارتاكوس العبيد اللي كانوا في الإمبراطورية الرومانية واستمر هذا النضال للشعوب حتى وصلوا لحريتهم إحنا مش أقل من أي شعب آخر إحنا شعب كمان بدنا ننتصر بدنا ننتصر حتى لو دفعنا غالي الثمن أنت اليوم عم بتقربي من العقد الثامن من العمر أنت كبرتي هل المناضل والفدائي مسموح أنه يسلم إسلاحه وأنه يستسلم أم الناشط والمناضل بدل مناضل حتى إخر مأمن حياته صحيح يعني إحنا يعني لما انطلقت الثورة بعد ال67 وكنا بعمر أصغر لكن حملنا فكرة الثورة مستمرين فيها بكل الأشكال مش بالضرورة أنا أشوف فلسطين أنا بشوف فلسطين بالعمل اللي بقوم فيه زي زي غيري من المناضلين طب الأسرة هدول اللي صارلوا 30 و40 سنة بالسجن واللي 20 سنة كلهم شباب دخلوا السجون وقدموا زهرة عمرهم هدول ليش عم بناضلوا عم بناضلوا عشان الجيل اللي بعدهم هن مش فارق معهم بنسجنوا وبندربوا وبتنكل فيهم لكن في نفس الوقت بكونوا صامدين في مواجهة هذا العدو اللي لا يمكن هزيمته إلا بمواجهته والأسير اللي قاعد بالسجن بياش بدي يواجه بيواجه بأمعاءه الخاوية بيضرب عن الطعام أيام وليالي وإلى آخره طب هدول رموزنا النضالية ليش ما أكون أنا واحدة منهم لازم نكون بهذا الشكل وكل حر بهذا العالم بيعرف شو معنى معاناة الشعوب هلأ أنا بقول إحنا كسبنا المعرك إحنا انتصرنا حتى الإسرائيليين بعرفوا حالهم إنهم انتصروا المقاومة على إسرائيل بسبعة أكتوبر وعم بيتهموا بعض نتنياهو بيتهم الأجهزة الأمنية وين كنتوا بس هم ما نسيوا 2006 في لبنان الإسرائيليين ما نسيوا بس ما تعلموا الدرس وهلأ عم بتعلموا الدرس كل يوم بطلعوا يحكوا متناقضين نتنياهو بيحكي شي وقلنت بيحكي شي وبني جانس بيحكي شي لأنهم مش شايفين حالهم قادرين على هذه المواجهة وبيعترفوا إنه في مواجهة شرسة هني بقولوا إيكي بإعلامهم هلأ بتطلع على إعلامهم بتشوفهم عم بكتبوا إشياء زي الخيال مش قادرين يواجهوا هاي المواجهة الشرسة اللي إني بيحكوا عليها وبتكون شرسة نعم وين صار بالعالم واحد بيحمل عبوه وبركض على الدبابة وبحطها وبفجر الدبابة وين صار هذا ما صارش إلا بفلسطين إحنا قرأنا ثورات الشعوب وكل شعب استخدم وسائله وإحنا عم نستخدم وسائلنا لكن مثل هذه الشجاعة هذه بتبقى جاي من الإرادة والإيمان بقضيته الإنسان عشان هيك بيحمل العبوه وبروح بيحطها على الدبابة هذه أمثلة هذه ما رح تروح من عقولنا ما رح تروح وشو ما كانت النتيجة هلأ عم بحضروننا للحلول السياسية ما شفنا لما عملوا الحلول السياسية بعد الانتفاضة شو صار تم توقيع اتفاق أوسلو وهذا فتح الباب للعرب عشان يوقعوا اتفاقات تطبيع مذلي إلهم مذلي إلهم لازم يخجلوا من حالهم العرب كلهم ويخجلوا معهم الفلسطينيين اللي وقعوا أوسلو لأنه طلع بالآخر هذه أوهام اللي تتفقوا فيها مع عدونا هذه حقيقة الآن أصبحت واضحة أنت عم بتقولي أنه هذه هي أوهام حكيتي قبل شوي أنت عن أحلامك أنه أحلامك اليوم صارت حقيقة هل فعلا أحلامك برأيك هي أحلام باليقظة أم أحلام بالمنام هل فعلا اليوم الوصول إلى حل هو شيء ممكن هو شيء رح يتم ورح يصير ملموس يعني شوف أنا بقول اللي بدي يحلم لازم يحلم على كبير ما يحلم على صغير الحلم الصغير بروح بس الحلم الكبير بضل لأنه محتضا من شعب بأكمله مش إنه أنا الحالي اللي بحلم في 16 مليون فلسطيني بحلموا هيك يمكن بعضهم بدوش يحلم يستفلوا أنت حلمت كبير وقلت وقتا عندما طلبوا مني اختطاف طائرة اتحكت وتخيلت أني لأ أحمل طيارة فوق ظهري ووقتا لحقتني عدسات المصورين المراسلين كنت أهرب منن بس أني قالولي وقتا أني صرت رمز للقضية الفلسطينية لازم كون لسان كل فلسطينية ببلادي حلم كبير هيدا وإنتي اشتغلتي تتحقي على الحلم هيدا أنت خطفتي أول طيارة وتاني طيارة أنت واجهتي أنت مخفتي وكنت دايما بالصدارة وبالطليعة يعني أنا بشرفني إنك بتقيم الأمور هيك أنا بعمل كنت واجبة هذا الواجب اللي لازم أعمله ولو إنه كان إش غريب في البداية أنا لا بعرف شو وبيخطه طيارات ولا غيره بس لما عملته نحن عم نحكم 52 سنة 53 سنة أنا ماكن بعد دخلت هادي مرحلة استدعت أساليب جديد وعملنا هاي الأساليب جديد يعني ما بتتصور شو معنى أنه أطير فوق فلسطين أنا بقدرش أوصف مشاعري بهديك اللحظة حسيت إنه عم ننتصر عليهم على الأقل بعملية أنا عارف عملية ما بتحرر بلد بس بنفس الوقت بتزيد وبتضيف على النضال الفلسطيني شيء جديد لم يعهدوه أبدا هو لمرة سمعنا حدا خطف طيارة عشان يطلع معتقلين لأ إحنا نخطف طيارة ونخطف طيارتين ولو بسحلنا نخطف أكتر كنا عملنا بس أنا بقول إنه هذا كان أسلوب يناسب المرحلة الآن هذا الأسلوب ما بيناسب المرحلة صرحنا يعني عم بحتي إحنا قدرنا نطلع معتقلين من السجون لأنه إسرائيل بتفهمش إلا لغة القوة طيب مش ذرت صبرة وشتيلة إيش مش كانت في حرب هذه والأمر كان إيش وضحكوا على الكل إنه إطلعوا وكل شي بيكون منيح لما إجا في ليب حبيب هادي ما لازم تتكرر في تاريخنا ما نصدق هؤلاء الأعداء إن هدول بيحترموا اتفاقات هدول لا بيحترموا اتفاقات ولا قانون دولي ولا حقوق إنسان هدول يعني الشر بعينه يعني بديش أستخدم اللغة الإنشائية لكن بدي أقول هدول الأعداء إيه هم مصالح في بلادنا وبالتالي هادي المصالح العرب كأنظمة مش قابلين يفهموا إنه هن جايين علينا عشان يكون نفوذهم في هادي المنطقة يحموا إسرائيل مننا ومن شعوبنا وبالتالي هذا ما بيدوم إلهم مش راح يضلوا هيك راح يفكروا هادي الشعوب كمان راح تقول لحكام هلا وين رايحين هدول قتلي هدول مجرمين حرب اللي عم بيقاتلوا شعبنا شعب نقل بإيش عم بيقاتل في مقاومة مسلحة نعم وألف تحية إلها لأنه عم بيقوموا بالواجب اللي لازم يقوموا فيه والآن في حركات عم بتقوم في أكتر من مكان في العالم اللي بتقول المفروض إحنا هذا العدو هذا عدو مركب لكن في نفس الوقت منقدر نواجهه وين فيه انتصار ضد الإمبرياليين الأمريكيين والغرب هذا انتصار إلنا ولما بتنتصر فياتنام هذا انتصار إلنا ولما بتنتصر جنوب أفريقيا بعد 360 سنة من الفصل العنصري هذا انتصار إلنا وهذا بيشجعنا إنه إحنا منقدر ننتصر كمان ليش ما منقدر ننتصر بيجونا بشعارات بدنا ننشر الديمقراطية أي ديمقراطية هاي اللي بدين ينشروها إحنا شعب بيستحق مش بس الديمقراطية بيستحق العدالة أول إشي العدالة نكون نعيش على أرضنا بكرامة الآن كرامتنا مرتفعة كل معركة بنخوضها بنخوضها من أجل الكرامة شعب بلا كرامة ما بيستحق الحياة إحنا منستحق الحياة أنت خلقتي بمدينة حيفا حيفا هي الأجداد حيفا هي علي الوالد وجميلة الوالدة اليوم بينك وبين نفسك شو بتقولي لأمك وبينك؟ بدي أقول للي علمتيني يا بعدني عم بمشي علي أمي علمتني درس أول ما وصلنا على لبنان كان فيه بردقان على الشجر لأنه بشهر أربعة وأمي جابتنا بعد مدبح الدير يسين خافت علينا وجابتنا على لبنان نقطف البردقان ضربتنا على إيدينا أمي قالت هذا البردقان مش لكم هذا البردقان بفلسطين بردقانكم بفلسطين بس ترجعوا بتاكلوا بردقان من يوم هبطلنا ناكل بردقان أنا شخصيا بس بعد السبعين آه صرت أكل بردقان ليش ما أكله؟ أنا عم باكله من بستين صور يعني يعني كمان أرضنا فلذلك بقول هذا أول درس تعلمته من إمي إنه بدنا نرجع على فلسطين هذا درس حق العودة وهذا بكل بيت فلسطيني بالمخيم امشي بالمخيم اسأل أي ولد من وين أنت بقولك من القرية اللي أهله منها أو أجداده ما بيقول بيقول أنا بهذا المخيم عايش بس إحنا من هناك بيحتي هذا معناها الرسالة وصلت للجيل اللي بعدنا وهذه الرسالة لما بتختر مر في العقل بتتحول لعمل وإحنا شايفين هلأ العمل اللي عم بيصير هدول الشباب اللي عم بيقاتلوا الآن على أرض غزة بيطلعوا لهم من وراء بيطلعوا لهم من قدام بيطلعوا لهم من تحت وينزلوا لهم من فوق هدول إيش هدول أعمارهم كلهم بعمر الشباب صغير كيف حملوا الرسالة ما حملوها فيه أستاذ إذا وضربهم بالعصائي احفظوا لأ هدي حفظوها من أهليهم كمان ولذلك أنا ببشر إمي ببشر أبوي ببشر زوجي اللي رحل هديك اليوم ببشرهم إنه النصر جاي ورح نحتفل معاكم رح نحتفل إحنا اللي فوق الأرض أنا بضلني أذكر مقولي لغسان كنفاني اللي قال إما عظماء فوق الأرض أو عظاماً تحت الأرض إحنا عم ندفع عظام تحت الأرض بس بدنا نكون عظماء فوق الأرض وهدي مقولي لها دلالة كبيرة على إنه هذا الشعب هيكي الليلة شاركتي بمنتديات بجبهات بحركات بهيئات بمجالس سفرتي حكيت على العالم عن القضية الفلسطينية دفعتي عنها حاولتي ضيئي عليها حاولتي تغيري فكرة الرأي العام عنها حاولتي جيشي نفوس وصنع قرار وأصحاب رأي نجحت ببعض الأحيان وأغفقت بأحيان أخرى لكن إحنا العرب عنا مش لكتير كبيري إنه ما حدا بيسمعنا هالشي بيذكرني بأغنية لفيروز منعت وقتها هالأغنية صدرت بالعام 1967 بعد الحرب بتقول الأغنية سافرت القضية سافرت القضية تعرض شكواها في ردهة المحاكم الدولية وكانت الجمعية قد خصصت الجلسة للبحث في قضية القضية وجاء مندبون عن سائر الأمم جاءوا من الأمم من دول الشمال والجنوب والدول الصغيرة والدول الكبيرة واستمع الجميع إلى اللجنة الرسمية وخطب الأمين العام حكي عن الإنسانية وبحث الأعضاء الموضوع وترح المشروع وقررت الهيئة إرسال مبعوث وصرح المبعوث بأنه مبعوث من قبل المصادر وأن حلا ما في الطريق طريق الحل وحين جاء الليل كان القضاة قد تعبوا أتعبهم طول النقاش فأغلقوا الدفاتر وذهبوا لنهم وكان في الخارج صوت شتاء وظلام ويائسون يبحثون عن سلام والجوع في ملاجئ المشردين ينام وكانت الرياح ما تزال تقتلع الخيام وكمان فيروز غنت سنرجع يوما إلى حينا وراح منكمل بالليبيو في كل مرحلة لها أغنيتها وفيروز التي نعتبرها سفيرة الإنسان للعالم كله لأنها غنت قضية الإنسان والإنسان قضية هذه مقولة لي بس أن كنا فاني فيروز بصوتها والإخوة الرحابة عملوا شيء كبير وما زال هذا الكل بيسمعون الناس بتفتح أني على الصبح تسمع فيروز مش بس بتسمع يعني رجعين يهوى بس بتسمع كمان القدس العتيقة وظهرة المدائن وبتسمع سنرجع يوما إلى حينا هذه الإسرائيليين بغيزهم هذا الحكي بغيزهم أنا سمعت أهل الثمانة وأربعين إجوا يحضروا فيروز هون قالوا لهم وهن رايحين راكبين البصات وجايين قالوا لهم رايحين تسمعوا واحدة إرهابية قالوا لهم هاي مغنيتنا العربية يعني تخيل لوين قديش مؤثري فيهم هذا محمود درويش وأشعاره التي غنيت وكذلك مرسي الخليفة وكذلك العديد ممن غنوا لفلسطين ما زالت حاضرة في أذهاننا ومنسمعها وإحنا مبسوطين يعني الآن بيجي على بالي أسمع أغنية أخي جاوز الظالمون المدى العبد الوهاب هذه من زمان بس بنفس الوقت نسمعها لأنها بتعبر عننا منعبر كمان لما مننشد نشيد موطني لأن الأغنية هي مثل السحاب بتروح من مكان لمكان وبتروح وبتيجي وبتيجي زمن تعاد مرة ثانية أم كلثوم قالت أصبح عندي الآن بندقية أصبحت في قائمة الصوار هذه كانت من الأغاني التي ما زالنا نحملها بين ضلوعنا وعقولنا ليش؟ الأغنية هي شكل من أشكال المقاومة فيروز عبرت عن المقاومة بكل الأشكال التي غنتها بكل الأشكال وبالتالي إحنا مننا نظلنا نتذكر ونقول فيروز سفيرة العرب كلهم سفيرة الأحرار للعالم كله حكينا عن الأغنية ماذا عن الكوفية؟ الكوفية هي رمز للنضال يعني لأنها رمز من تراثنا الكوفية تطورت من الأبيض إلى الأسود والأبيض إلى الأحمر والأسود فبالتالي الكوفية هي رمز لنضال شعبنا الآن عم ترفع الكوفية من واشنطن لطوكيو وما بينهما عم ترتفع الكوفية والعالم الكوفية الإزاماتك كلما بنحكي عن ليلى خالد المتذكر ليلى خالد ماسكي الرشاش وحط الكوفية نعم بحوله عنقه وبعدك لليوم حط الكوفية عم بتناضلي يعني بحمل بندقية مختلفة اليوم حاملة رشاشة اليوم مش حاملة بندقية بس لكن يريت يسمح لي الزمن أني أقدر أعمل هيك لأنه أنا بشعر الكوفية والكوفية هي اللي نحطها على أكتافنا هي رمز لنضالنا والبندقية هي رمز لنضالنا أنا بالنسبة إلي يعني في الزمن اللي كنت أحمل فيه بندقية بحس كأنه ابني البندقية أحس إنه بنتي بحبها هلقدي بحبها لأنه بتحقق لي آمالي وهي اللي بتحقق الأمال فعلا بس في غيري هلأ حاملها ماشي الحال كويس أنا بحكي عنهم ليلى شو كان أصعب يوم بحياتك؟ والله مرأ صعوبات كتيري بس الأصعب كانت الحرب الأهلية في لبنان أنا بحب لبنان يا عمي أنا بحب إلي لبنان وبحب كل الدول العربية يعني اللي عشت فيها بحب سوريا بحب الأردن بحب البلدان الكويت اللي عشت فيها كمان واشتغلت فيها بس لبنان يعني إذا بدي أقولك إذا قلبي وين شو بيوسع في شقة واسعة فلسطين وفي شقة واسعة لبنان إذا بدي ألخص شو أنا بفكر في حالي في لبنان كتير كان مؤلم إنه تصير حرب أهلية والله لا يعيدها ولا بمكان ولا بمكان في العالم لأنها حرب عبثية حرب ما إلها أهداف وبالتالي كان الواحد يعني بلبنان يعيش بالصدفة ما كان يعيش لأنه هو حابب يعيش بالصدفة عاشوا الناس اللي بقيوا من الحرب الأهلية وأي مرة بيصير فيه تلويح بهذا لازم الكل يقوم ويقول لا للحرب الأهلية لما عدوك بهاجمك بهاجمك من مكان ومن محل حرب الأهلية كانت في كل مكان وهذا كان من الأصعب من الأصعب فعلاً ليلة التنظيمات الفلسطينية والفصائل الفلسطينية في لبنان كان طبعاً إلى اليد الكبرى في اندلاع الحرب هالحرب الأهلية اللي عم تحكي عنها وأنت اللي بتعتبره أنه قلبك مقصوم إلى شطرين شطر في لبنان وشطر في فلسطين كيف تعملت مع الحرب؟ كيف تعملت مع الإجرام والعنف والتعنيف ولغة الدم ووسائل القتل والسلاح والخطف؟ كيف عشت أنت الحرب اللبنانية؟ قلت لك عشنا بالصدفة لكن في نفس الوقت المقاومة كانت تدافع عن حالها اتهمت أنها هي السبب في حرب أهلية لا حرب الأهلية سببها مش هيكل هلأ استخدم العنوان الفلسطيني للهجوم على المخيمات وعلى المقاومة ومضطرين أن هذه حرب فردت علينا وبالمقول الشائعة إذا فردت عليك الحرب بدك تخوضها وفردت علينا الحرب حتى ندافع عن أنفسنا وعن وجودنا لأنه إحنا اللي كنا متهمين بس الحقيقة هي مش هيكل الحقيقة فيه تناقضات في المجتمع وأي مجتمع فيه تناقضات بوصل لمرحلة بيخوض حرب يعني بس الآن المجتمعات بطلت تلجأ لهذا الأسلوب يعني ما بتلجأ له لحروب أهلية الحروب الأهلية المعروفة بالتاريخ الحرب الأهلية الأمريكية الحرب الأهلية في إسبانيا هذه الحروب اللي على الأقل أنا يعني بتذكر إنه هي حروب أهلية كانت حروب يعني غير عادلة والحرب الأهلية غير عادلة حقيقة على شو ندماني بحياتك؟ على شو ندماني؟ ولا ندماني على عشي الله وكيلك من ساعة ما بلشت لا هلأ مش ندماني على أي عشي عملته لأنه اللي عملته هو الشيء اللي لازم أعمله كإنسانة تشعر بالظلم تشعر بالاضطهاد زي شعبها وبالتالي بتدافع عنه وبالتالي ما ندمت ولا في مرحلة من المراحل على ما قمت فيه لأنه اللي قمت فيه باعتقد إنه ساهم في إضافة يعني فيه شيء بمجرى النضال إن عمل وأنا مش ندماني عليه إطلاقاً الفكرة ظلت قائمة ماهتزت فكرة الثورة والعودي وحق تقرير المصير هذا كل ما راح ما زال قائم بالرغم من كل ما مرينا فيه وبالتالي ما بندم على أي شيء عملته في هذا الجانب شو بتعتبري أكبر خطأ اقترفتي أو ارتكبتي بحياتك؟ الخطأ إني ما كملتش تعليمي بس يعني حاولت إني أكمل تعليمي يعني رحت على الجامعة أدرس بعدين أهلي ما بيقدروا كانوا يعلموني لأنه فيه كان إلي سبع إخوة أخوات عم بتعلموا بعدهم بالمدارس وبالتالي ما كان في عنا مصدر دخل يقدر يعلمني في الجامعة الأمريكية لكن في نفس الوقت حاولت مرة تانية في عام التمانية وسبعين أروح أكمل دراستي في الاتحاد السوفيتي لأنه أتيحت إلي هذه الفرصة لكن ما قدرت أستكمل لأنه رجعت وقتها بسنة التمانين المنظمة التحرير دعت الطلاب ليجوا يدافعوا عن الثورة في لبنان وبالتالي رجعت وبعدين ما سمحولي أرجع أكمل دراستي هذا يعني بعتبره خطأ ما استكملت يعني ما قدرت أعدله بالرغم من محاولتي لكن هذا اللي صار يعني تعلمت بالثورة أنا يعني ما يعني وعلمتني الحياة إشياء كتيري بس المعرفة لأ ضرورية والعلم ضروري لحتى نقدر يعني نفكر صح ونستخدم العلم كسلاح في مواجهتنا الشاملة مع عدونا شو أهم شي علامتك هي الحياة؟ شوف أنا كنت يعني حلمي الصغير كان أني أتزوج وأجيب أولاد ويصير عندي عائلي وهذا عملته بس لو تعرف إين تعملته؟ هذا عملته بعد سنت السبعين بالسبعين أنا كنت على طائرة العال وهو جمت أنا وزميلي ورفيقي رفيقي باتريك أورجولو من نيكاراجوا واستشهد على الطيارة لكن أنا ضليتني طيبة فأنا بحس إنه عشت بخشيش بهالبخشيش قلت بدي أعمل كل شيء حاولت أتعلم وتزوجت وجبت أولاد وصار عندي حفيدتين بجننه وأنا مبسوطة إن عملت هذا بهالبخشيش اللي عشته ليلة خالد لمن اشتقتي؟ اشتقت لكل الشهداء اللي بعرفهم واللي بعرفهمش اشتقت لأمي واشتقت لزوجي اللي غادرني قبل شهر وغادر وهو حامل راية فلسطين باشتق له طبعا باشتق للأسرة هيك إمتى أشوفهم تحرروا باشتق لهم باشتق لشط صور زي ما باشتق لشط حيفة هذا اللي أنا باشتق لهم كلهم لمن بتقولي شكرا هو يعني شوي بدي أقول لكتير ناس شكرا بدي أقول لودي حداد والأمين العام للجبهة الدكتور جورج حبش لغسان كنفاني ولأبو أمل فصابر محي الدين هذول شهداء وبيدي أقول للأسرة أعطتوني من القوة ما لم يعطني إياها أحد بصبركم وصمودكم وبيدي أقول شكرا لشعبنا اللي لم يتوقف عن أن يقدم الشهداء وراء الشهداء هذي الكواكب اللي بتنور طريقنا مهما حزننا على فرقهم لكن في نفس الوقت بدي أقول لأبو علي مصطفى الشهيد أبو علي مصطفى بدي أقوله إنه متل ما ربيتنا إحنا ماشيين ورح نظل ماشيين ضربوك بصاروخين من حقدهم عليك ضربوك بصاروخين حتى يتأكدوا إنه قتلوك بس هني صحي قتلوك بس أنت ما متت أنت لأنك بعدك حي عنا في قلوبنا وفي عقولنا كل هؤلاء تربيت في مدرستهم وتعلمت الشيء الكتير الأهم من هذا أني أظلني أحب فلسطين وأحب شعبنا وأدافع عن الحق وعن الظلم وينما كان وينما كان مش بس بفلسطين لازم ندافع عن عن الشعوب اللي بتبقى ترزح تحت الاضطهاد والظلم اللي عم بيعيشوا أي شعب في العالم يعني لا تتخيل من أنا وحدي بتتابع وبقرأ وبتابع يعني الأخبار بتابع إيش عم بيصير بالعالم وإلى آخرين يعني فيه كتير ظلم في العالم كانت شيجي فارة دايما يقول حيث ما الظلم هناك وطني وأنا بعتقد إنه هذه مقولي صحيحة لأنه محل ما فيه ظلم إحنا لازم نكون الأحرار لأنه إحنا منكون أحرار وإحنا عم بنناضل ما منكون عبيد لحدا ولم نقبل بهذا الظلم وعشان هيك أنا بقول يعني هؤلاء اللي بدي أقول لهم شكراً بدي أقول لكل شعوب الأرض اللي طلعت تقول نعم لفلسطين بدي أقول لهم هذا دين في عنقنا لكم عندما نتحرر كلكم مدعوين للاحتفال بالانتصار القادم لمن بتقولي عزراً يعني بدي أقول عزراً لأمي لأني خوفتها في مرحلة بس بعدين بقول يعني هي سامحت هي ما اعتبرت أني أنا عملت خطأ أقولت لها سامحيني يا أمي تعبتك معي بس قالت لي لأ قالت لي أنت ما غلطت أنت عرفتش الطريق الصح اللي لازم تعمليه غير هيك بتمرق أشياء اللي أحب بيخطأ فيها وبيعتذر عنها يعني بس مش إنه لدرجة إنه يعني تكون مفصولة عن الإشياء العامة أنا عندي العام والخاص مربطين في بعض مثل الوطني والقومي الوطني مرتبط بالقومي إحنا قوميين عرب وبالتالي لأننا عرب هلأ يمكن عنا انتقادات كتير على حكامنا أوكي هذا صح لكن في نفس الوقت إحنا عرب وعروبتنا هي كرامتنا أيضاً فمندافع عن عروبتنا كما مندافع طول ما إحنا من ناضل عشان فلسطين مندافع عن عروبت فلسطين وعن العرب كلهم إحنا مندافع عن العرب لأنه إحنا في المقدمة وفي المواجهة دائماً مع أعداءنا واللي مش عارف هاي الحقيقة يعرفها إذا بدي يعرفها متأخر أحسن ما يعرفهاش بالمرة أو إنه عرفها وبدوش يدافع يعني الحكام اللي بتبقى مذلولي أمام بلينكين وأمام ترامب وإلى آخره هدول ما إحنا منحسبنش مننا إحنا منحسب الناس الأحرار نحسب الشعوب اللي بتعرف مين ظلامها وبتثور في وجهها وقامت ثورات على الأرض العربية تاريخياً لكن الآن الظروف مختلفة وبالتالي هذا العالم الآن عم بيقول نعم لفلسطين أنا بالنسبة إلي هادي هذا إنجاز كبير تحقق بهاي المعركة كان سابقاً تقوم الشعوب وتناضل معانا وتطلع بالشوارع بس متل هادي المرة لا هادي أكثر مرة تحرك العالم بكوريا الجنوبية بطلع مظاهرة بتايلند بطلع مظاهرة غير المظاهرات الكبير اللي في واشنطن ونيويورك واللي بلندن واللي بأوروبا واللي بالعالم العربي مش كل العالم العربي بالمناسبة ما طلعت مظاهرات في كل العالم العربي للأسف الشديد ليش؟ لأنه في حكام ما بيؤمنوا بشعوبهم ما بيؤمنوا بشعوبهم إنه بتحدث تغيير في حياتهم بس إنه بدين نضلوا قاعدين بها السلطة ويحكموا زي ما بدهم ولذلك يعني هادي المسألة اللي لازم نشوفها وأنا أنا شايفتها وأكيد راح يتغير العالم لصالحنا لصالح الشعوب المقهورة دايما ليلى هل شفتي شي فيلم بورن إن جازا؟ ده والله ما شفتوش يعني أنا أنا والأفلام شوي يعني متخلف يعني بهالموضوع مرات بشوف إشياء اللي ما بتمبعت يعني لينك كي بشوفها بس يعني مش كتير بحضر أفلام هيدا الفيلم هو فيلم وثائقي صدر عام 2014 وطبعاً هالفيلم يتنول مأساة قطاع غزة المحاصر اللي كان هو عم يتعرض لعدوان بشكل مستمر وكاميرا الفيلم بتتنقل بين الأحياء والقبلية والدمار والمستشفيات وبتروي قصة عشرة أطفال واحد منهم بعيش بين القمامة واحد تاني بعيش بمزرعة الحرب أهلكت كل ما عندهم بها المزرعة هيدا وطفل ثالث ابن ممرد مات هو عم بيخلص ولد آخر وبنت أصيبت وغيرهم وغيرهم أطفال عم يرووا قصص صغيرة كلها هي عم بتغير سردية فلسطين وسردية غزة الفيلم مع أنه عمره عشر سنين اليوم رجع إلى الصدارة والكل عم بتابعوه على منصة نتفليكس أطفال غزة أطفال فلسطين شو بتقولي لهم بنهاية الحوار بنهاية البودكاست أنت وأنا شو الكلمة يريب تواجهي لهم إياها شوف أطفال فلسطين بيخلقوا كبار ما بيخلقوا صغار لأنهم بيعرفوا الحقائق وعايشينها بالتالي بدي أقول لهم خلوا الراي مرفوعة ويحملوا هذه الراي ويمشوا فيها لقدام رح توصلوا لأنه رح توصلوا على أرض محررة ما رح يضل هذا اللي عم بيصير إلكم أنا كتير يعني بقلمني المنظر الأطفال لأنه ما اللي نزم بإشي هدولي واللي بتشدقوا بإنه الدفاع عن الأطفال فلسطين وغيره وحقوق الإنسان هذا كله كلام فاضي لكن هؤلاء الأطفال اللي بقي من أهله إيش هذا بدي يصير إذا سألتوا بقولوا بدي أصير فدائي الإسرائيليين بيقولوا هدول الأطفال اللي بدين يبقوا بدين يحملوا السلاح بعدين آه بدين يحملوا السلاح هدول اللي عم بيقاتلوا هلأ هدول أطفال الحجارة اللي كانوا يراشقوا حجار سواء بتضفي أو بغزة هدول اللي نولدوا بسنة السبعة وثمانين واللي نولدوا بالألفين هدول كلهم بدين يضلين يقاتلوا بدي أقول لهم إنه هذا الطريق طويل لكن هذا الطريق الأقصر لحريتكم رح توصلوا إنتوا أحرار وراح يكون العالم مراكم ما تخافوا صحيح صعب الوضع صعب يعني الإسرائيليين بيقولوا عم نبكي على جنودنا إحنا من نخفي دموعنا عشان نظلنا نكون أقوية أقوى من الدموع إحنا وأقوى من الدم ولذلك إحنا منظلنا نقول الله يحميكم ياللي بقيتوا وراح أظلنا أغني لكم رح نكمل باللي بقيوا اللي غنتها فيروس ما في حبوس بتساع كل الناس بيعتقلوا كتير بيبقى كتير وباللي بيبقوا رح ما نكمل ليلا خالد شكرا شكرا كبير على المشاركة على البودكاست كان ساعات كبيرة لقالي أنا النصر لقاليك ولفلسطين شكرا أنا أبدأ أشكرك أستاذ ريكاردو وإن شاء الله هذه وسيلة من وسائل المقاومة أنه نوصل الرسالة وأنت عم بتوصل الرسالة فناقل الرسالة زي اللي حاملها وأنت أكيد عندك رسالة من خلال يعني اللقاءات اللي بتعملها شكرا كتير اللقاء شكرا اللقاء شكرا 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 شكرا